إذا كان الإنسان يحتاج إلى تحصين كما فعل رسول الله و كان يفعل فكان يحصن نفسه كل يوم بنفسه عليه الصلاة والسلام حتى يحصن فراشه وأكثر أسباب التحصين هي الصلوات والأذكار و صلاة الفجر و صلاة العشاء سيظل على الإنسان من الله حافظ يحفظه إلى أن يقوم فإذا أصابه السحر فهنا ينتقل العلاج إلى حاجتك إلى أراقي تراه أفضل منك و تراه ثقة و يتقن هذا العلم و هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرقي نفسه بنفسه ثم عندما أصابه السحر كما أخبرتنا أمنا عائشة قالت كان عليه الصلاة و السلام يخيل إليه الأمر يفعله و لا يفعله و هذا الذي أخبرته سيدة عائشة فرقه جبريل عليه السلام و جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام و قال باسم الله أرقيك و الله يشفيك من كل داء يؤذيك و هذه الرقية الجبرائلية التي أمر بها رب العباد و رب الملائكة و الأرض و السماوات أن يرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يصب شيء و إنما هذا تعليم لنا حتى نأخذ بالأسباب الصحة إذن الرقية صنفين رقية تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك و هو للتحصين أما إذا مرض فأنت كالمريض لا يستطيع الطبيب أن يعمل بالعمل الجراحي لنفسه فيحتاج إلى شخص آخر يراه ثم أن هؤلاء ليس كل إنسان يرقي و الذي نسمع الآن من الغوغاء و من عالم الناس أنهم يتاجرون بأعراض الناس و بأحوال الناس للأسف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في عصره جاء أحد الصحابة و قال لهم لما كان سيد القوم مريض قال أفيكم راقي للصحابة فقال واحد أنا لم يقل كل الصحابة أن نحن رقات مع أن الصحابة هم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام و هم الصفوة الصافية بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم و مع هذا أشخاص فقط يحسنون الرقية ليس كل واحد يحسن الرقية ثم أن الرقية يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤتي الحكمة فقد اتي خير كثيرا و هنا تعامل الناس على أن هؤلاء الذين جربوهم لصفاء قلوبهم أو لثلالة طاهرة فيهم فهناك نسل النبي صلى الله عليه وسلم يسمى البيت والأشراف لهم من المزايا في دمائهم التي هي من رسول الله عليه الصلاة والسلام دماء طاهرة زكية يجعل الله فيها البركة و النور و هناك كذلك من الصحابة و هناك من المرابطين و الفاتحين و هناك من عامة الناس من وفقوا إلى ذلك فقد تجد إنسان قليلا في علمه لكن جعل الله فيه البركة فيعرف الحلال و الحرام و يتق الله عز وجل في حرومات الناس و هو من نسل طيب طاهر فيوفق لهذا